السلام عليكم النهاردة هنتكلم عن الاكل الصحي الاكل الصحي بيتضمن بروتين والياف وفيتامينات كربوهيدراز ونشويات احسن البروتين بروتين الفراخ مش البروتين اللحم الاحمر وكمان بروتين السمك من احسن البروتينات الفراخ بروتين خفيف على الجسم وفوهش معادم تتعب القلب ولا كلسترول ولا دهون معقدة تتعب الكبد في تكسرة اما السمك فلحمته خفيفة وسهلة الهضم وفيها دهون اوميجا سري المفيدة للجسم وكذلك بتحسن قدراتك الجنسية اما البروتين النباتي خفيف جدا على الجسم وخلي من الكولسترول وخلي من الدهون المعقدة ومفيد للجسم طب الالياف الالياف عبارة عن الجزء الصلب اللي فيه المكون للخضار والفكهة لان بدون الالياف دي الامعاء مش بتعرف تنظف نفسها وبالتالي ديدان هتتكون في الامعاء وهتتقاصر زي بالشكل اللي انت شايفه ده شكلها مقرف والاول ما تشوفها تفكرها اندومي وطبعا انا جاب لك الفيديو المعفن ده عشان تكره الاندومي هتاكل غزة جسمك وكمان انت شايف زي ما انت شايف كده الرعب حقيقي اه وانت فغين عنه فتاكل اكل مفيد وفيه الياف حصل لك الفيتامينات اه في كل الاغذية اللي قلنا عليها دي وابتحتوي على الفيتامينات ومعادة مهمة للجسم ومسال على ذلك مثلا زي البرتغان واللمون فيهم فيتامين سي وكس على ذلك بقى الفكهة والخضار واللحوم بتحتوي على معادن وفيتامينات مهمة للجسم اه وفيه برضو المكسرات المكسرات فيها مركزات عالية للمعادن والفيتامينات ومفيدة جدا للجسم وممكن تاخد الفيتامينات دي لو مش هتعرف توفارها من الاكل بسبب ان للأسف اغلب اكلنا من الخضار والفكهة محتوط له سميات مصنع ومبيدات حشرية ونباتية بيتبقى منها نسبة في جسمك بعد ما تاكل الاكل عشان كده ممكن تاخد الفيتامينات اه والمعادن بتاعتك اه على شكل حبوب تحت اشراف طبيب ولو هتجيب خضار او فكهة هاتل لشكله طبيعي مش الاكبر حجم او الاكثر حلاوة من نحية السكر الاكل الصحة هيساعدك لو عايز تنقس وزنك او عندك مرض مزمن او حتى عشان تحافظ على صحتك وصحت اولادك وجبات جميلة اه اه ادي فيها بعض الاصناف دي اه زي مسلا عندك السيزر سلط برعا خضار وزي الخاص مسلا وفلفل الالوان وبعد القطع الفراخ المسلوقة والمشوية وعشان الطعم بنضيف صوس اه على حسب انت بتحب انه صوس حط الصوس الليه